فاليوم طلبنا العزاء المحاضرة السادسة واليوم ناخذ مجموعة من الافعال الاخرى هاي الافعال اليوم راح يكون عندك سبعين فعل اليوم راح يكون عندك سبعين فعل انت حافظ سبعين كلمة بالماضي وبالتصريف وهذا انجاز يحق ويحق لك ومن حقك تفتخر به وانجاز جميل جدا صدقني فأحبق لكم مبارك عليكم مبروك عليكم لانكم استمريت لحد هذا اليوم وهذا شي جميل جدا فمبارك عليكم كلكم اليوم عندنا مجموعة من الافعال الاخرى فالو يتبع جاي شون نقول الجاي فالو مي تابعني فارغت ينسى فرايتن يخيف قت يحصل قت ينهض قف يعطي قو يذهب قرو يزرع حدث ويحدث ويحدث ويسمع ايوم هذا الافعال اريدك تحفظ ليها ايضا عندك امتحان بيها نجعل اليوم زمن مهم جدا وهو المضارعة التام ناخذها ونطبق عليه ونشوف شلون صارت الجمل قاعدة الزمن فاعل زائد هاف او هاز زائد فعل تصريف ثالث للفعل زائد تكملة لحد يقول لستاذ شنو تصريف ثالث صرت حافظ ستين فعل وتعرف التصريف الثالث وتعرف الماضي صرت حافظ ستين فعل خمسين فعل واليوم راح يصرن ستين فهذا هو التصريف الثالث يعني لحد يقول لي ما عارف شنو تصريف ثالث للفعل فاعل وهاف وتصريف ثالث للفعل حالة المثبت I work at school I have worked at school طبعا الهاف هي الجمع والهاز هي المفرد الهي والشي والإت تاخذ الهي الهاز والآي والوي والذي الجمع تاخذ الهاف فهذا هي مثال I work at school I have worked at school نيجي على حالة النفي They play football They have not played football لديهم حالة المثبت وحالة النفي بالنسبة لحالة السؤال فتكون القاعدة have أو has زائد فاعل زائد تصريب ثالث للفعل زائد تكمله she worked at school has she worked at school she worked at school has she worked at school نجي هسة على استخدام الزمن is always connected with the present and the only thing which matter here is the result أهم شيء مهم عندنا هو النتيجة يفضل تكتب لي ملاحظة يمك يستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حدث تم بالماضي يستخدم زمن المضارع التام للتعبير عن حدث تم بالماضي وله ارتباط أو نتيجة إلى الحاضر شيء تم بالماضي خلص الحدث تم بالماضي وانتهي والنتيجة استمرت إلى الحاضر مثال عليها يقول لك ضيعت مفاتيحي حلو ويقول لا يمكنني أفتح الباب اني ما يقدر أفتح الباب الماضي الحدث تم بالماضي الجوز الصبح اريدت جيت بلاي اريد افتح الباب ما اقدرت افتح الباب ضليت برا بالشارع هنا اكو نتيجة الحدث تم بالماضي والنتيجة مالتائي برا ما اقدر اضو ضيعت المفتاح انت جيت لا تمشي وليقت الدنيا مبللا لا ميت اش راح تقول تقول قد مطرت حدث اما وين بالماضي والنتيجة استمرت عفوا والنتيجة استمرت الى الحاضر هذا هو زمن المضارع التام كلمات الزمن جدا مهمة عندنا already ever just never not yet so far till now هذول كلهم الكلمات اللي يدل على زمن المضارع التام هنا عندك واجب هذا اريدك تحلي اياه حالة السؤال تحلي اياه هذا الحل كامل وايضا مثل ما علمتك حالة النفي والمثبت والسؤال نفس حالة المثبت والنفي والسؤال وطبعا ايضا عندك تدريب توم قد ضيع مفتاحه الحدث ثم بالماضي والنتيجة استمرت الى الحاضر سالي باعته هنا سالي باعته هنا لا تتخرج لحد الآن هي مراحت بره حدث تم بالماضي ونتيجة طبعا عندنا هنا هذنة تدريبات هس ان شاء الله رح ناخذ هنا هذنة تدريبات تدريبات هس رح نحلهن ان شاء الله هس نرجع نرجع هنا على الأفعال اللي أخذناهن قبل فترة هذن الأفعال ايت يأكل هس اريد من كل طالب يكتب لي جملة بزمن المضارع التام ويستخدم لي الفعل ايت ايت انا اكلت بزمن المضارع التام يلا يا ابطال حلول اياه شوف لأنك تعلمت صح شوف الحل الصحيح والمرتب شون هاي اي امواز ايتن اي امواز ايتن اي امواز ايتن شين هاي غلط اي امواز ايتن هاذ ايتن شوف عبنك حفظت الأفعال الشاذة وتعلمت صح هاف يوداون اكو طالب يمعلق لي هاف يوداون غلط اي هاف ايتن فود اي هاف ايتن بيزا اي هاف ايتن بيزا اي هاف ايتن بيزا هذا هو الفعل ايت هذا هو الفعل ايت تمام بحالة النفي راح ادقول اي هاف نوت ايتن حتى بالنفي تصير تصريب ثالث للفعل I have not eaten سؤال Have you Has she eaten وإلى آخره تحلي الواجب إن شاء الله تحلي الواجب بعد ما أوصيكم إن شاء الله أيضا وعاش أتيتكم خوش تأدون واجبات طيب بالنسبة طلابنا الأعزاء يعني هنا هنا هذا التدريب حاولي تدرب علي أيضا I already do a lot of things I have already done a lot of things I have washed I have cleaned and I have وإلى آخره My husband has bought My husband has bought هذا الحل وطبعا يعني مثل ما شفت قدامك حالة المثبت وحالة النفي تحفظ لجمال وتطبق عليها وتدرب عليها وإن شاء الله إحنا وياكم متابعين أول وأول اليوم المحاضرة رقم 6 واليوم إن شاء الله إنجاز زراقي أيضا أجاباتكم كانت حلوة وعاش أتيتكم إن شاء الله اليوم ننزلكم الدرجات الآن نستقبل أسئلتكم وأستفساراتكم الي عنده سؤال أو استفسار نحن حاضرين أي شكرا نعم وعليكم السلام شكرا وعليكم السلام لدي الفعل تترائيب صحح هنا صحح هنا صحح هنا نعم أستاذ والثاني ترجمة نانسي قنقر